السلام اللي بنات كديري اللي بس عليكم وش خباركم كنتمينا تكونوا بألف خير كيفما تعودتوا في قناة سعيدة أستوس كل نهار ان شاء الله غنقنحط لكم فيديو اللي كنهضرو فيه على واحد المنتوج اللي غي يكون ان شاء الله فيه بزاف ديال المزايا مقاناة مع منتوجات أخرى ومن خلال جريبة ديالي فغنهضر لكم ونتكلم لكم على هاد المنتوج وليزاف ونطاش دياله فاليوما ان شاء الله معنا نوع من المنتوجات اللي خاص بتنظيف ديال الدار والتعطير ديالها فكما كتعرفو يا البنات اي وحدة عندنا عندها مشكيل ديال التنظيف وديال التعطير ديال البيت ديالها يعني بزاف البنات وكيتساءلوا على منتوج اللي زي ما يهنيهم ويخلي الريحة ديال الدار تبقى مدة طويلة وتكون زوينة فالاغلبية كيعرفو باللي راه إلا مشي سيحت جففتي الدار بجافيل وخلطتيه مع منتوج آخر فمن بعد ما كنت نشوف الدار را اولي على ريحة زفر كتبقى وهذا مشكل كيعاني منه بزاف اللي بنات فاليوما انا غنتكلم لكم على واحد المنتوج اللي الصراحة زوين بزاف 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 وواحد المعطير اللي عالي التركيز مختلف تماما علاقة اللي سبق لي استعمدتهم من قبل فهذا عجبني جربته قبل من العيد وعجبني بزاف فبغيت نتكلم لكم عليه ونتكلم لكم على المزايا ديالو فهو الاسم ديالو اسمته كاليون اسمته كاليون ولكن مشهور بقوتا قوتا مشهور باسم قوتا قوتا ففي بزاف ديال المنسيمات انا اللي عجبني هو العطر ديال الخزامة كين ديال ياسمين كين ديال القرونفل كين ديال الورد كين جموعة ديال الروائح انا كيعجبني بزاف هذا ديال الاخزامة الثمن ديالو رخيص مغاليش بزاف يعني في المتناول وحتى الدوزاج ديالو صراحة زوين ميا وخمسين ميلي مقارسة مع الثمن ديالو فما كيتعداش اه اه 12 اه ما كيتعداش 12 درد هاتل قريبا واللي زوين فهذا البنات هدا راه الصونع توركي مشي ديال البلاد راه كين واحد من نوع هدا صونع توركي او كيف ماش تشوفوه هنا في المبلاش دياله صونع توركي كين ديال البلاد لي مشهور بقوتا قوتا راه كيتتباع عند الناس اللي كيبيعوولي بخدوة ديال نتويج ولكن هدا كراها ديال البلاد مشي ديال براه هذا ديال توركيا وكين في بيم اللي بغيت نقول لكم البنات هو أنه من بعد ما تنقدر وكتنضف فيها بجافيل من بعد كترشي من وعر قطارة قلال مع شوية دي الموت تديرهم في الطوغشون ديالك وكتدوزيهم على زليج ديالك فكتبقى الريحة مدة طويلة مدة طويلة مقارنة مع لسانك خواه ولقاء المعطيرات اللي استعملت أنا من قبل صراحة وهذا ولي عجبني فيه بزاف يعني ستاناستوس اللي بسيط وما كيكلفش بزاف تامن فعلاش الله وحداريت وما حداري نصيحة لقاء لبنات اللي كيبغيوا إن يطويوا الدار وكيمشوا كيستعملوا جافيل وكيخلطوه معا ساني كروه ولا معا نوع من صابون او لا معا نوع من من تيد او لا كيخلطوه معا نبورت كير بخود خلطوه معاه فمباشرة إن فوقت نشوف الدار عاولي على الريحة ديال الزفر يعني جابيل مخصوش يتخلط معا بخودوي في تنظيف ديال الدار نضفيه بجابيل وتنشوف الدار خودي طوغشون خلطي قطارات من هاد المعطير هادا معاشي شوية ديال الماء ودو زيدك الطوغشون على زليج ديالك ولا على الرخم ديالك وكوني أكيدة الدار غدا تبقى بريحة غزالة المدة الطويلة لبنات هادا ما كان بزمال هاد البخودوي هادا كنتمنا من الله يكون نعجبكم وقدمت لكم معلومات اللي استفدتوا منها وترقبوا إن شاء الله فيديو جديد على منتو جديد وما تنسوش البنات واحد جيم وأبوني وتفعيل الجرس باش إن شاء الله أي فيديو نحتو يبقى يوصلكم وشكرا حبوباتي مع سلامة ترجمة نانسي قنقر